السامح حسني كان بيتكلم على إن ده استعداد لماتش الوداد وستعداد لماتش الرجاء لنادي الزمالك طبعاً أتمنى إن شاء الله إن التوفيق بكرة للنادي الأهلي والمجسب يكون حليف النادي الأهلي ولكن معنى كلام ده إن لقدر الله لو حصل بكرة هزيمة للنادي الأهلي لقدر الله وهزيمة الناس الزمالك العامل النفسي والتأثير النفسي للهزيمة دي هل همتد الحد كمان شهر الممتش للوداد أو الرجاء كل الأهداف اللي أسامة قالها من مكسب الأهل للمباراة موجودة في زينفايلر وأكيد بالنسبة للزمالك بالنسبة لكلترون كل واحد فيهم عنده أهداف كثيرة من اللقاء سواء استعداد لعيبة سواء قوة المنافس مشابهة للوداد والرجاء غير المتشات الأخرى في الدوري ولكن هي واحدة من المباراة اللي بتستعد فيها للوداد يعني حتى المباراة اللي فاتت بتستعد المباراة الودية بتستعد التدريب بتستعد كل ده استعداد أنا بس بقول إيه لما عادل اتكلم في نقطة أهمية اللقاء ما فيش شك جماهيريا وحتى للمدربين هو مطش مهم جدا ومطش كل مدير فني على الأقل لو ما كسبش المطش هيحاول ما يخسروش عشان معنويا مع الجماهير ولكن احنا بنقول إيه إنه المباراة ديت كمان لما بتبقى فرق نقط قليل بين الأهل والزمالك أو بتكون مباراة أخيرة هتحسن مين فيهم اللي هياخد اللقاء بيزداد أهميتها لأنك إنت ممكن تخسر بها البطولة احنا بنقول إنه أهميتها طبعا موجودة وكل الأهداف اللي أسامة قالها دي حقيقة والمدرب عايزة حققها ولكن فرق كبير ما يبقى أنت بتلعب وكسبت المباراة دي هتاخد البطولة أو كسبتها مش هتاخد البطولة لكن نفسيا ممكن تأثر نسبيا في مباراة الوداد والرجاء لكن مش بالدرجة الكبيرة قوي لأنه في مدة ما فيش مثلا مش هتلعب الأسبوع الجاي لا لسا فيه 3-4 مطشاط لسا فيه لكن هتزال لها أهمية معنوية عند الجماهير كمان يمكن زي ما عادل بيقول المدير الفن الأجنبي ما يبقاش تأثير المطش ده وهو واخد الدوري في ذهنه زي جماهير وخاصة كمان كان يحس بها جدا سواء هنا أو هنا لو الجماهير موجودة في الملعب زي ما كان بيبقى فيه 80 ألف أو 100 ألف أو كده فلكن مش هتأثر التأثير الكبير أوي لوحد من الفريتين خسر على مباراة الوداد معنا كلامة كابتن عادل إن هي مباراة 3 نقطة